اشتركوا في القناة مملكة البحرين بفوز العداء وينفر ديافي بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات في أولمبياد باريس 2024 وأكد سموه أن هذا الإنجاز يعد ثمرة للدعم الكبير والرعاية الكريمة التي يليها جلالة الملك المعظم للرياضة والرياضيين في المملكة ويمثل فخرا واعتزازا لكل بحرينية مشيرا إلى أن هذا الفوز يعكس الجهود المستمرة لتعزيز مكانة مملكة البحرين على الساحة الرياضية العالمية ويؤكد ما تزخر به المملكة من مواهب وإمكانات قادرة على تحقيق النجاحات الكبيرة داعيا المولى العلي القدير أن يوفق جلالة الملك دائما لما فيه خير ورفعة مملكة البحرين وأن يحفظه قائدا لمسيرة المملكة المباركة نحو مزيد من الإنجازات والنجاحات موسيقى